موسيقى انضميلي النجم الكبير اللي بس عد دايما بوجوده سواء معايا او سواء مع كابتن محمد فاروق وجوده بيوثري اي مكان شعبيته وتصرحاته ونجوميته الكبيرة جدا جدا وتصرحاته الجريئة والساخنة فرضت على الجميع ان طبعا يتابع رضا عبدالعال مثلما كان الجميع ينتظر لمساته البارعة في الملاعب بعد اعتزال كرة القدم اصبحت تصرحاته واصبح كلامه بيكون بارعا مثل طبعا مكانة مراوغا جيدا لمنافسيه في الملاعب النجم الكبير الكابتن رضا عبدالعال افضل محلل في مصر والوطن العربي والشرق الاوسط والمحيط الهادي والامريكاتين والقطر كله كابتن رضا عبدالعال براحب بيك منوارنا ومشرفنا حبيبي واس ايه ده انت النهار ده لميت المحيط الهادي والاطلانتي انا لقيت بقى ان فيه بطولات فيه ابطال للمحيط الهادي والاطلسي والامريكاتين طالما الاتحاد دولي عمل بطولة جديدة اللي هي الانتركنتننتل دي فيبقى انت اكيد هتوصل للمحيط الهادي واكيد هتوصل للمحيط الهادي وانا على فكرة انت اساسا واصل يعني هيا ناس بتكلمني من امريكا طب الحمد لله بتقعد تقول لي ان كابتن رضا عبدالعال فبنستنى يوم الخميس وبنتابعه وبيكلموني من اوروبا كمان فالناس بتتبعك بشكل كبير وبالتالي طالما الناس بتتبعك في امريكا واوروبا فاكيد الناس بتنتظرك في مصر والوطن العربي نتشرف بيك كابتن نتشرف ليه يا حبيبي ربنا يا خليك نعرض نادي الزمالك تلقى طبعا عقوبات جديدة على السلاسي عبدالوحد سيد ومصطفى شلبي ودنجة بالاقافة اربع مباريات وعشرين الف جنيه غرامة على جمعين نادي الزمالك هو مين اللي اصدر الاتحاد الكورة الاتحاد ولا لجنة لا لا اتحاد الكورة لان العقوبة دي بينظمة اتحاد الكورة فالتحاد الكورة هو اللي اصدر هو كان فين هناك السؤال يعني كان هما فين هناك هل ان هما كانوا كانوا في الملعب كانوا في الملعب كان ما هو اصدر بناءا على التقرير مرائب المغرام ما ليش دعوة بتقرير اللي هو الاستيس محمد ياسين اللي هو سلموا في الامارات يوم المطش او يوم 24 تحديدا وبعدين ضاع من اللي استلم 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 والذي استلم وبالزبط كده ثم بعد كده اتصلوا بيه وجابوا له نسخة قالوا له سلم لنا نسخة تانية سلم لنا وبعدين الاستاذ جمال علام قال له انت ليه سلمت النسخة بس للمسابقات وانا ما اخدش نسخة فأضطره يبعت كمان نسخة اضافية للأستاذ جمال علام باعتبره طبعا رئيس اتحاد الكورة ومن حقه يبطلع على التقرير ثم الأستاذ جمال علام قال للناس في اتحاد الكورة انا بقول لك تفاصيل ايو تمام قال لهم التقرير ما فيهوش حاجة هو بعد اما شافه قال لهم التقرير يعني ما فيهش عقوباء حاجة ثم لما رجعنا للمسؤولين تانين داخل اتحاد الكورة قال لك لا التقرير فيه ايدانة لجماهين نادي الزمالك وللعيم نادي الزمالك وتكتب فيه بالنص اللي حصل واللي شافه مرائب المباراة وبالتالي طلعت العقوبات اللي احنا سمعنا عنها مين اللي اصدرت بالإقاف مين اللي اصدرت بتحاد الكورة بقى بقى ما انتهينا جمال علام مش موافق ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الراجل بيقول اني مفيش حاجة دي النادي الزمالك مين اللي اصدر لجنة المسابقات لا المسابقات دلوقتي بتدير الدوري يا حبي ماشي اللي بيدير كان البطولات او الصومر ما تجنبليش اسلام اسلام ما تجنبليش هو دلوقتي الراجل قالك مفيش حاجة دي النادي الزمالك فانت قلت في مسؤولين تانيين قاعدين للسقطة واللقطة قالك لا ده الراجل المرائب اللي احنا ما نعرفش انتماؤه ايه لا اهو ملوش انتماؤه اعرفي مين اللي قال الكلام دي المرائب حض الله لا لا اسمعني بس عشان انت بتعرفوش انا عرفك بس حض الله ما في حد ما عندوش انتماؤه ماشي ليه انا ما عندوش انتماؤه ايه اه 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 مفيش حد ما عندوش انتماؤه لا 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 اسمع لا 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 زوج انت عندك انتماؤه للمدام والاولاد انا ماشي لا لا لمهنتي ما نعارف. ماشي. ماشي. خلي الامور الشخصية على جنب. ماشي. احنا بتتكلم دلوقتي على اي مسؤول في اتحاد الكرة. لانتماء. وحتى اللي هو انتماء ابيض ضعيف. الانتماء التاني قوي جدا. وهم خايفين. انا ما بجيبش اسمها اهو. انا بقى اقولك. وهم بيخافوا. من من الله الخافي. ماشي. انا هقولك على حاجة. بما يرضي الله. تفضل. ينفع. ان في سلام وطني بيتضرب وجماهير. تقوم جاية مغنية الاغاني بتاعتها. ما تعاقبوا. لا لا. صدرت تعاقبا. جماهير الاهلي. انا بقولك اهو انا اللي بقولك. جماهير الاهلي لما هتفت. اثناء النشيد الوطني. او عسف النشيد الوطني. في الموسم اللي فات. اه اخدوا قرار. اتفرج على الموسم. اتفرج على الموسم ده. ما ليش جاوب الموسم. الموسم ده لسه بدري. اسمع بس. احنا دلوقتي. جمهور الزمالك اللي بيتعاقب بيتعاقب عشان ايه. عشان هتاف. جماعي. ايوان. مسموع. ايوان. ايوان. بقولك اللي كتب في التقرير. ضد الكابتن محمد معروف. ليه. هال ان كان. خلال مباراة الزمالك مع. ايه. كابتن محمد معروف. ايه اللي بدر منه عشان الجمهور يقلب عليه. ده طبيعي. هم. اقيد غلط. ايو بس. اه. بس. اه. 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 يعني يسيبوا او يسيبوا اي حد. ده مصح. ده مصح خالص. ده مصح خالص. هو. الصح. حتى لو. بص. حتى لو غلط. هو مصح ان. 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 اي حد. انا عندي احساس كجمهور الزمالكة. وانا رايح البطولة دي عارف انها موجهة. اه. انا لو. انت حر في إحساسك انت في الهمور انت حر في إحساسك لكن ما بوزليش المسابقة لا أبوزها لا 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 اسمعني بس بص لا 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 الدمور غلط من يبرو لا 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 بص يا أسلام بما يرد الله حقق محو بما يرد الله لا اسمع بس أولا اسمع بس الغلل اللي تعمل اني مفيش شفافية في القرعة من اول البطولة ان هي موجهة تاني احساس انت مش بطل ما تكسب اي حد ما تلعب البطل التاني ما تلعبه الساعة اربعة لو كانت غلب امام سيراميكا كان هيلاعب بيراميد على المركز التالت والرابع الساعة اربعة يا حبيبي لا خليك عادل احنا نتكلم بمتابع انا برد عليك انا لازم هرد عليك لا ما تردش على في الغلب لا هرد عليك في كل حاجة ما تعملش قر عليك لا هو مش الصح اللي انت بتقوله لا صح ده هو ابو الصح لا 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 طبعا يا اسلام والمصحف ابو الصح ان انا بقوله ده ابو الصح بس دي رقم واحد رأي حضرتك في العقوبات طب سيبني لا سيبني اكمل دي انت معها ولا لا لا طبعا مش معها مش معها ليه بقى قول لي واحد اتنين تلاتة بتكلم على العقوبات الصادرة من اتحاد الكورة ضد الزمالك ملكش دعوة بحاجة تاني اتفضل انا هقاب بسمعك او مش هتكلم انت منك للا بص حبيب قلبي دلوقتي انا غليت مثلا مش لازم يتحقق معايا انت دلوقتي قلت رئيس الاتحاد لما التقرير جاله قالك مفيش حاجة دين حصل؟ ده كلامك كواليس طيب انا مفروض اجيب اجيب الثلاث اشخاص اللي هم اتحولوا للنيابة وبعد كده للمحكمة واتخذ عليهم حكم ماشي؟ احنا جينا مصر طبعا من من دولة الامارات يعني عفوا طبعا مشكور عليها دولة الامارات يشكروا طبعا وحكم تاريخي خلي بالك يعني اه طبعا ان بعد ما اخذوا شهر اه ان يتعافى عنهم بالشكل دوت حاجة حاجة تحترم بس هنا ده في اقتر طبعا تأكيد لكلام محارتك ده في اقتر العلاقة ده لا انسى انسى كلام ده اي حد مصر والامارات يعني من حكومة وشعب طيب احنا جينا مصر هنا بقى اجيب التلات لعيبة ده الاتنين لعيبة ومدير القرى وبما يرضي الله اسمع منهم ايه اللي حصل تماما بناءا عليه اخذ القرار يا رب بتوقفوا سنة ما عنديش مشكلة بس اسمع منهم لا هي قرارات المسابقات او القرارات اللي بتتعلق بي المباريات بتعتمد في المقام الاول على تقرير مراقب المباراة دي حالة شزة يا اسلام لان احنا احنا اتحكمنا بره اه حصل لغط ماشي اتحكمنا بره تمام حصل مشكلة كبيرة واخد بالك انا برضو عشان ما اتبحش الناس دي اسمع غلطانين يتدبحوا ده البعض يرى ان العقوبات دي مخففة جدا مقارنة بالاحداث اللي حصلت هناك طب وليه قبل كده ان اتحاد الكرة راعة فيها يعني عدم اه يعني تشديد العقوبات على الزمانك علشان ما تبقاش يعني بيزودوا للمشكلة طب هو كان فين اتحاد الكرة من سنتين لما حصل ضرب هناك نفس النادي الاهلي والبيرامدس وما شفناش حد يتوقف انا ما ليش دعوة بقى اسيبك بقى من وما حصلش الكلام ده وات هناك في الامارات ولا حد يتحبس ولا الكلام ده فين قرارات فين تقرير الحكم لما كانش فيه برساعة ده لعبة الاهلي نزلت قاعدت تضرب في لعبة حصل مناوشات ما بين الاتنين ده ضرب عادي ماشي مناوشات ما بين الجانب ده ضرب عادي من فرقة واحدة وحارفين ان ما فيش فار ويمكن انا يوميا قلتلك قبل المط يفتكر في صحف يكلمني وكلمك وقال لك ان ما فيش حصل اه بس انا كنت اجابة من مسؤول تاني ما ليش دعوة بس احنا احنا بنتكلم ساعتا كنا طالعين هوا برضو وفي نفس الوقت الراجل كلمني وقالت طوله ويكلمني وانت كد عندك المعلومة قبليها واخد بالك فأكدها الراجل الراجل أكدها لك يعني انت الاولاني كان ممكن قال لك فانت ممكن انما لما واحد تاني يكلمك ويقول لك بيأكد لك تمام فانت ما فيه فين تقرير الحكم بقى اش معنى هنا فيه تقرير وناس جاية من اسبوع إلى عشر تيام محبوسين واخد بالك وشايفين الويل هناك وحاسين ان ما فيش حد واقف جنبهم ولا اتحاد كرة ولا مجلس ادارة الزمالك اه مع كل الاحترام للكابتن حسين اللبيب والدكتور حسام المندون نما قاعدوا بس محدش قدر غير لما فقامت الرئيس بس يحسب برضو لحسين اللبيب ماشي قاعد ناقف برسم المندون واحمد خالد عضو مجلس الادارة انهم ما فضلوا هناك ما سابوش ده طبيعي ده طبيعي ماشي لا بس برضو يحسب له ماشي طبيعي انه ولادي في ازمة انا قاعد يا عمد كل الشكر والاحترام والتأدير ما عنديش مشكلة مين اللي خلص فقامت الرئيس اه طبعا اه ماشي واخد ذلك فقالولا الكلام دوت احنا كنا هي هياخدوا الشهر انت فين يا اتحاد الكرة كنت فين ماشي ماسمعناش ساعة الازمة ان في اتحاد الكرة حد منهم من البهوات اللي موجودين هناك اللي بيعملوا شوظينج ماشي كل الاحترام لكل اعضاء مجلس ادار اتحاد الكرة كتب اللي بعد حد راح ماشي خيد رندلي راح بعد ايه بعدها يعني لا بعد ما الحكم صدر لا مش بعدها لا لا بعد الاسبوع وقت التحقيق لا 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 بعد الاسبوع اسمها بس وقت التحقيق بعد الاسبوع عشان ان فيه هنا ناس اتكلمت وقت بلك انا انا منظم اللعبة اروح اثاني دولات بلدي مش اقول لك بقى اكتر من كده هو لو كان نادي تاني كانت الدنيا حصل كده لا لا عادي ما ما كانت فيه اصل لا ما يخطر هده كان هيقفوا برضه بنفس الموضوع لا 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 مش عايز ادخلها دي لان انت قلت كلمة مهمة جدا ان دول مصريين ما بتكلمش لا اهلي ولا زماني لا بس انت في النهاية انت في النهاية تفرق 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 خليني بس انت في النهاية معترض لو نادي تاني ما كانتش لا 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 انت في النهاية معترض على العقوبات اللي تم اتخاذها من جانب من غير تحقيق من جانب اتحاد الكرة ضد سلاسينا الزماني ومن غير تحقيق مع اللعيبة تمام دي رقم واحد طيب هل المشكلة دي متحديدا بقى فنيا بكلمك فنيا بالنسبة لدونجا وبالنسبة لشلبي تأثر على الزمالك بكرا عنده ماتش امام البنك الاهلي تأثر فنيا بشكل عام ولا ما تأثرش كتأثرت في ماتش الاهلي هي أثرت في ماتش الاهلي اقوى مباراة يعتبر ديربي في الشرق الاوسط واتنين لعبة ومدير كسبك من مدير الكرة اتنين لعبة مش موجودين أثروا أثروا أثناء التسعين دي لأ هو الزمالك التأثر بغياب دونجا لا 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 أول 35 دقيقة قبل ما جميزي عالغ لا 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 ولا جميزي عالغ ولا بتاع بتحيير اسمه زياد كمان هتسمعني ماشي ما أنا بارد على حالة ما أنا بارد على حالة لا بص أثر لأ نادي الزمالك لأني كان متسايد شط ليه أول 35 دقيقة ليه وحتى لو يلعب بيرامد ما بيلعبش الزمالك برضو فرقة بيرامد ما كانتش هتقدر تشير رجليها لأن لعبة الساعة أربعة وقلت لاب في عز اللوه ليبة وفي فرقة تانية لعبة في التكييف فأنت لازم تستغل الموقف ده طب إنت كنت فينش شط التاني بقى كنادي آلي اللي مفروض يخلص فيه ما خلصتش الشط الأولاني لأن أداء الزمالك تحسن لا شط تاني لا يا حبيبي البدن بتاع لعبة النادي الآلي وقع عشان كده قد فرصة للعبة الزمالك ترجع هو الشط التاني من اللي أخطر الزمالك طيب يبقى إيه اللي حصل فيه فرقة قدت الشط الأولاني مية في المية وضيعت ومعرفتش الجيد وفرقة ما قدتش ضيعوا ضيعوا يعني الشط الأول يخلص ثلاثة أربعة أربعة يخلص أربعة انفراضين واحدة في القائم واحدة في العرب أربعة ما جبتش نادي الزمالك جاء وما تحسابش ينزل الشط التاني مين اللي بقى عنده الدفع الأكبر الأهلي ولا الزمالك الأهلي لأن متسيد الشط الأولاني دي رقم واحد خسران السبر الأفريقي اللي هو عامل قلق لغد الوقت توقيت بالك لازم يبقى فيه إثبات للعبة الأهلي ومدربهم وجماهرهم جماهرهم عملت كل حاجة بس الصبر الأفريقي قال أهلي خسره بس مش عامل قلق لغاية دلوقتي بدليل أن الأهلي قدر أنهما يكسب الصبر المحلي ثم كسب ثم كسب وقدم عرض مش بكوت عرض كويس قدام العين الإماراتي وكسب العين الإماراتي بص على فكرة فرقة كويسة بس جي مجبرة جي في استاد القاهرة اللاعبة لما شافت التسعين ألف متفرج اللي كانوا موبدين لازم يبانوا بالشكل ده ده طبيعي ده سلاح سلاح للأهلي لا ده عقوى سلاح ده عقوى سلاح الزمالك اللي خلاه ياخد نهائي لكون فيدرالية جماهيره والأهلي اللي خلاه خد البطولة بتاعت بطل أفريقيا مش مختلف معه جماهيره أنا ما اختلفتش طبعا احنا ليه بنخرج برة ده سؤال واحنا دلوقتي لما لما انت مثلا في مطش الأل والزمالك الأخير ده الأهلي ده خل كم ألف والزمالك ده خل كم ألف كله مش هتحصل 25-30 ألف حصل في مطش العين التسعين ألف وانت الراجل اللي هو المقرج عمال يجيب لك كاميرت والمصحف أنا لو ماردونة وشفت الجماهير دي هترعب هقع واخد بالك ما هو ده ده إن ده اللي يدل ان بعد كده ما نفكرش برة تاني بلدنا أولى ما نمدش لبرة احنا عايزين انت عندك هنا تصدق بالله والله والله ويمين يا حسابنا عليه ربنا لو كان مجلس إدارة النادي الأهلي عمل التسكرة بألف جنيه كان جماهير الأهلي هتروح نفس التسعين ألف دول يبقى مين اللي كذبان مين اللي كذبان النادي الأهلي لإني عارف يسوق شوف بقى أنا بقولك لو عملها بألف جنيه ده جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك لما بيكون عايز يروح مطش مثلا بطولة لفرقته ما بتفرقش معه الفلوس قد ما تفرق معه هو لازم يبقى متواجد في الاستاذ أساند نادية وأساند بلدي واخد بالك فأنت لو كانت تتعمل بألف جنيه وربنا كنت أتلاقي نفس العدل ده خل المين للنادي الأهلي والجماهير والخزنت وأن يعرف بعد كده لا والبلد بشكل عامي يعني ما هو أنت في النهاية برضو والناس كتيرة جدا هتيجي من بر آه بتستفيد من حوالين التوجد الجماهير الفنادي والسياحة وكل الكلام ده بس أنا بقولك إيه كمان أكتر نادي هيستفاد الأهلي والزمالك لأن الجماهيرية بتاعتهم طاغية فأنا بقولك ما حدش يقلم من فرقة العين بس اللي حصل من جماهير النادي الأهلي ده فرق بنسبة 80% في الفوز في الأداء وبص ده مهير الأهلي اللعيمة الأهلي لما نزلت وشافت الجماهير دي اللي كان هيدى 20% إدى 60% واللي كان هيدى 60% إدى 80% ده بصالح مين اللي أهل لأن اللعيمة لما شافت الجماهير دي لو لا أقدر الله بقى أنا قسرت ده خلفية جون مع الجماهير دي إيه لا يحصل ده بعد كده هيمسكونا يفنطونا كل واحد بقى انت خد تعالى بتاخد 60 مليون واللي بياخد 80 مليون خد تعالى بتاخد الفلوس دي ليه وكان يبقى فيه حساب عسير فاللعيبة حطت الحاجات دي في دمقة إن ما يخدش فيها جون ولازم أكسب وكسب ومنلومش على فرقة العين فاللي بالك العين دي لو بتلعب عينك في الإمارات الأهلي يوم ما يعمل نتيجة كويسة أو يكسب حد صفر أو يتعالى يعني مش مضمون لأن الأهلي كسب قبل كده مسألة معلش بس أنا أقول لك لا لا أقول لك أربعة برة وكسب قندية كتير برة كان ساعتها النادي الأهلي عنده البداية ماشي عنده ساعتها تمام اللعيبة اللي هي قاعدة على الدكة أقوى من اللعيبة اللي في الملعب مش مختلف بس هو فريق العين برضو لما ظهر يعني أنا معاك تماماً إن جمهوري الأهلي أو اللعيبة شافت الجماهير اتخضط اللي اتنين فأثر على أداءهم بشكل سلو باتكلم على العين بس في نفس الوقت لا العين كبيرهم لهم ما بيلعبوا مع كل الاحترام 20 ألف متفرق لا أنا بتكلم على إن لا أنا بتكلم في عزي ما أنت بتلعب تحت تأثير الجماهير العين يوم ما بيحضروا 20 ألف آه بيفرق طبعا واخد بالك لما لما تلاقي 90 مئة ألف متفرق الأستاذ لا عمره ما شافوها أنا بتكلمك منتال أمان طيب شايف دور محمد رمضان انت قلت لي 80% جمهوري له لكن القرارات اللي خدها أو من ساعة ما تولى المسئولية شايف دور محمد رمضان كان مهم جدا في التوقيت الحالي وهو اللي أنقذ النادي الأهلي من المشاكل اللي كانت حصلة لأن البعض بيرى أن النادي الأهلي ما كانش أصلا قبل محمد رمضان ما كانش فيه مشاكل لكن وجود محمد رمضان آه مهم بس مش بالدرجة اللي البعض بيتصورها انت شايفها إزاي بص هو أنا تعملت مع محمد رمضان كابتن محمد رمضان شخصية قوية جدا وخلي بالك النادي الأهلي كسب السوبر المصري بسبب ترحيل كهربا فعلا لو كهربا كان قاعد هناك الأهلي ما كانش يكسب ليه هقولك ليه هنا بقى جرب أو يعني هنقول سلوك مختلف الفرقة كلها شافته وعرفته وانت دكنت عليه أو عملت نفسك مش واخد بالك وأعطته ما خلتش يشترك لآخر البطولة والله ما كنت هتكسب الزمال إنما من العدل إنه لما نزل واتغرم مليون جنيه هو ده اللي فوق لعبت النادي الأهلي وبقى فيه حتة العدل خلي بالك لما رجع في الغرامة ده مش قرار رمضان تمام ده مش قرار رمضان ده قرار مجلس الإدارة اللي هم متوترين شافوا ماشي شافوا إن هم شافوا إنه خلاص اكتافوا بالأقوبة لا اكتافوا إيه استعمنا خمس ست مطشاط وبعد كده أقول عفوت عنك لما ييجي ويلتزم في التدريبات ماشي ما حصل خلي بالك كهربا واعتذر قدام اللعينة واعتذر قدام الجهاز الفني خلي بالك أنا بقولك أهو وعن يعني تجربة رمضان مش مقتنع بأن الحكومة تتخفف ولا أنه هو ينزل الملعب وكان لازم يتحقق معاه ماشي بس في النهاية كان يعني فيه قرار لمجلس الإدارة فلازم يحترم أنا لو من رمضان أقدم استأله وانش لا 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 اسمع الكلام لأنه خلي شكل وحش رمضان مش شكل وحش رمضان لا طبعا شكل وحش أنا متحفظ على كلمة شكل وحش لأن كابتل محمد رمضان أكبر من أن أنت لسه إيه لصاحب شخصية قوية مع عشان كده أنا بقولك هو غير مقتنع من أهم الناس اللي تولوا الإدارة لدخل النادي الأهلي أو إدارة كرة القدم دخل النادي الأهلي فما عليش أنا متحفظ على كلمة شكل وحش سؤال ممكن اتفضل ممكن سؤال لا بعدين لا 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 طبع أنت وافقت اللي ينزل كجابتل محمود الخطيب اللي كان هناك وافق لني قربينش لا ما خلاص لا معلش هو مشى الكلام للمدير الرياضي وبالتالي رأى كمل للآخر ايه ده بس كمل للآخر لا 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 مش لازم أتباحه أتباحه ووجهة نظر للدرر أنه مش لازم أتباحه وإن شاء الله عشر مرات لا طبع الإدارة طرح اللي احنا مش شايفينه بوس بوس ما تجيش بقى وتقول لي قيم ومبادئ لا لا والنبي مالكش لعب لأ ما أنا بقول لك شابت الرضا والنبي ما تدحلش قيمه والمبادئ في القصة دي قيمه والمبادئ موجودة أما لا دخلالك مالهاش أنا أقرار لا دخلالك بقى لي بس لما انت بتراحل لعب من هناك لما انت بتراحل لعب من هناك وتعمل عليه غرامة مليون جديد مالهاش هلا قبار لا ليها طبعا لا 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 يا حبي ده هي دي هي دي بوس بوس هي دي هي دي سبب العدل اللي خلت زبالك قزر البطولة ماشا لا قرار ولا لاعب ولا مدرب ولا شخص داخل النادي الأهلي يمس مبادئ وقيم النادي الأهلي على جمع لو خلينا بس على جمع مش عايزين ندخل في الحتة دي مش عايزين نعمل زي ناس مسؤولين مش ناس ما ده أول لما سمع إن الزمالك قال أكبر قلعة رياضية في مصر لقيت مسؤول بيقول بيقول لا ده احنا أكبر قلعة رياضية في العالم ده ورح إن الموضوع ده ورح إن الموضوع مصر مش عايزة أمشي بالحتة لا أمشي بالحدي ده مش مسؤول مش هو إنه مشجع خلاص خلينا بس مش عايزة روح للقصب تحت السوشيل ميدي النادي الأهلي بقالوا كم سنة بقولي الأهلي فوق الجميع عادي جدا حد اعترض حد يجي في يوم الأيام قالك الأهل مش فوق الجميع يا عم براحتك قول اللي انت عايزه ده أنا ديك ده أنا ديك ومن حق اكتفاق خنفيزة ما انت عايز أنا إيه اللي زعلني لما قول أكبر قارعة رياضية ما تقول انت راخر أنا أكبر قارعة رياضية إيه المشكلة ما حدش هيقدر هيديت بتتمسك ما أخي بالك بصها كابتر ما أثار مشكلة بخصوص شعار نادي الزمالك اللي أعلنوا إن أكبر قارعة رياضية في مصر اللي أثار الأزمة دي واللي خاف منها قوي هي مشكلة عنده هو مشكلة عند مشكلة في انعدام الثقة أول لما تلاقي انت بتتكلم عن نفسك وانت مش فارق معاك بتقول شعرات أو الكلام ده كله وانت مش فارق معاك وما بتبصش أعرف انك انت واثق من نفسك قوي إنما أول لما تلاقي حد بيعلق على شعر انت قلته أعرف اننا لو أنا علقت عليه أعرف اننا مش واثق في نفسي وضعي وأعرف اننا ضعي يعني بعيد تماماً عن اننا هعرف نفسك في الجزئية دي يا عم دانا نادي الأهلي أنا ما ليش دعوة لا ما نكلمش على الأهلي أنا ما بتكلم على أي حاج لا أنا بكلمك يا عم ما يقول ما خلي بالك اللي عمل الهيصة دي كلها الإعلاميين اللي بيطلعوا بينتموا للنادي الأهلي هما اللي هما اللي قاعدوا يتلموا فيها لغاية مقلة مش مش دا كله دلوقتي بقى أهلاوي مفيش إعلامي بيطلع عن أهلاوي لا ماشي بس احنا مش عايزين يبقى فيه فتنة يا عم ما يقولوا برحتهم هو دلوقتي لما قال أكبر قرع رياضية قرع رياضية ماشي خدوا سام اتسجلت في الفيفا اتسجلت في الاتحاد الأفريقي زي شعر الأهلي فوق الجميع بس يا عم ما كل واحد يقول أنا هو يا راجل دا فيه لعيبة جات النادي الأهلي وما لعبتش ومشيت بيدفع على النادي الأهلي أكتر ما لعيبة حقه يا عم أنا ما اختلفتش بس اللي يعمل الكلام دا علامة يوب كابتن خالد جدالة اللي انت جبته مبارح الناس اللي هي دي لعبت 18 سنة و 17 سنة مش إن أنا رحت النادي الأهلي ليرت لبسي فقالولي لا ما تنزلش وخدت شنطيته وروحت النادي تاني ويطلع يتشدك بالنادي الأهلي أنا بس تغرب يا عم زمانت عايز قول ماشي هو كل واحد حر لا يا حبيبي هو عشان يبقى في الإعلام ماشي ماشي أوكي واخد بقى دي زكاء عايز تبقى في الإعلام يبقى لك ماشي رؤية وفكرة معين عشان الناس تحبك تمام أنا ما ما اطلعش عدى طب دي لطب دي لطب دي لا ما لاش حالا خالد طب دي لا كابتن رضا وإنما ده رأيه ووجهة نظره ويحترم مين وأيا كان لكنها بكلمك فيما يخص الشعار أنت أول لما تقول أن أنت أحسن لاعب في التاريخ أنا لو عندي مشكلة أنا كلاعب وبنفسك هتطلع تهاجيني هطلع هجمك وقال لك أنت مش أحسن لاعب وانت مش عارف إيه وانا أحسن لاعب في العالم والفيلم اللي بنشوفه لها إنما أنا لو وصق في نفسي ولا بصنا مش هكلم لأن أنا كبير بس أنا كبير أنا هجبها لك بمثال تاني وانت حردك يعني قادرة من أنت شفت الكتب محمود الخطيب يعني نجمة مصر وأسطورة الكرة في مصر علق على أي شعار ما هي دي مشكلة لاعب بيتقال علي إن مثلا ده أفضل لاعب في التاريخ اللي بيتكلم لأن الراجل وصق في نفسه دي المشكلة بقى لأن محمود الخطيب عمره ما هيقول لك أنا كنت أحسن لاعب في مصر إنما الناس الناس كلها بتقول يا عم ده غصب عن أي أحد بل صبت وقت بالك حل ده هو لما تقال مثلا فلان ده أحسن لاعب في التاريخ مع المشكلة اللي ملغمش تاريخ هم اللي بيقوله شفت أنت الخطيب اتكلم لا طبعا الكبير بيبقى كبير اسمع الكلام وكل تصرفاته بيبقى كبير فبالتالي المشكلة اللي بتيجي من الناس اللي هي أصلا يعني جات خلت عندكم لأ بسلام عليكم وهم دولت بقى اللي عضوا يقولك إيه والنادي الأهلي وما بدي النادي الأهلي ومش عارق يا عم ده فيه لعيبة يعني أنا مثلا مبارح عادت أتفرج عليك أنت وكابتن خالي الجدارة الأسلوب عجبني جدا جدا بتاع كلامه بس زقلت من الكابتن خالي الجدارة وانت علي معلول مع كل الاحترام راجل كسر الدنيا وجيه محترف إزاي بتطالبه أنه هو يشتغل كادر في النادي الأهلي أمال إنت فيين علاقة ما يقول فيين الناس اللي هي عملت تاريخ النادي الأهلي الجدارة هو ما كانش بيطالب هو كان بيقولك معلومة من خلال طبعا معرفته لا طبعا أي حال هو كان بيقولك أن التوجه بيقول زي شبه معلومة أو شبه خبر أن الاتجاه ممكن بعدما علي معلول لا طبعا أنا ضد ده يعتزل ماشي فالراجل أنت معترض بقى أن أي حد تاني زي غير خلق دد الله ولاد النادي بقى هم الأبدة بالمناصب دي أي ما علي معلوله يعتبر برضو أنه للنادي الأهلي في الأول وفي الآخر هو إيه محترف أيوة محترف بس راجل مخلص من بالأم على عنا وعلى دماغنا من تاريخه بيرجن بس أنت عايز تكرمه زود له سنة ولا سنتين أمال أنت مش عايز وخلي بالك الكرار ده تظلم في رمضان ده مش كرار رمضان أنه هو يقعد مع علي معلول ويقوله أنه أنت آخر سنة هو تبلغ هو تبلغ وقعد مع علي مش كرار محمد رمضان ده قرار الإدارة طيب بس هم دايما إيه يجبوها في الناس اللي هي ماشي هو المحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هيقعد مع علي معلول بعد إيه خلال الفترة بعد إيه مع كل الاحترام بقى بعد ما كل الناس حولت مع علي معلول فبالتالي رئيس النادي اللي هو محمود الخطيب هيقعد مع الراجل عشان يحل المشكلة حلو الكلام أنا ككبتل محمود الخطيب من قبل ما قعدة بتاعت رمضان وعلي معلول لا ما هو مش هيشتغل مدير كورا بقى لا يا حبيب قلبي لا هو مش هيشتغل لا يشتغل مش هيشتغل ما هو لا لا يا حبيب قلبي خلي بالك بقى لما كبتل خطيب يقعد مع علي معلول وربنا مراته ما كانت طلعت ده أنت أيل بياني مبارح حد كده والمصحف ما كانت قدرت تتنفس مش صح ليه احنا قلنا قبل كده كبتل محمود الخطيب له فعل السحر تقعد قدامه انت بتقول أنا عايزة 4 مليون جنيه واخد بالك بتقعد قدامه بتقول أنا همضى على بياني بجد ايه ماش دي بجد وحقيقة طيب انت ليه كبتل محمود ما عدتش ليه معامل أول هو رفض بعد كده بقى صدر رمضان واخد بال حضرتك عندما ما جيش بعد ما الدنيا لا هو محدش هيعد مع الخطيب زي محروطا لا يا حبيبي بيععد لا لا بيععد لا لا أكمل الجملة ويرفض محدش هيعد مع الخطيب ويرفض يبعى اولا من قبل قبل ما يوعد مع رمضان يوعد مع مين مع الواجهة لا يا كابتن فيه تسلسل لا يا حبيبي مش فيه نَا فيه تسلسل لا 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 مش في ديه انت دلوقتي كراجل عايز تكرم الرجل ده والراجل ده خدم الندي الاهلي ابقى أنا قيمة كابتن محمود الخطيب الرجل هيقعد معه بعد ايه لا مش بعد ايه هو علي معه من اشي هو رجل لسه بيتأهل ولسه موجود فبالتالي كابت الرضا لا 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 ملهاش حلاخة كابت الرضا كابت الخطيب هيقعد معه علي معلول والمشكلة هتتحال والله يكمل اول مش بمزاجك بقى خلانا اطلع فاصل خلانا اطلع فاصل يا استاذ مجد الله يشفي اه استاذ مجد ربنا يشفي طبعا ويرجع بالسلامة مخرجنا المميز ما كانتش بيخلينا اطلع فاصل ربينا رجعونا بالسلامة نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الكابت الرضا عبد العال المتعب جدا لسا مكملين مع الكابت الرضا عبد العال كابت الرضا عبد العال بيقول حاجات في الفاصل يعني وده دا اه مهمة جدا بس الحمد لله انها في الفاصل كابت الرضا يعني الفترة اللي جاية جوميز لو ما كان انت ادارة نادي الزمالك تجدد له ولا ما تجدد لهوش لا ما تجدد لهوش والله عارف انك هتقول فيه لا هقولك ليه ماشي هقولك ليه خلي بالك من بداية من مطش بكرة سواء للزمالك والاهلي الدور صعب السنة دي جدا سعلا وهيكشف الاتنين مدربين ليه بقى خلاص بقى بص انا كمدرب ايوه صعب جدا هيكشف الجوميز وكولر ليه عشان انه هم هيعرفوا يوقفوا صح ويحركوا في رؤيتهم صح اللي انت بتشوفه في مطش العين مش هتشوفه اللي انت بتشوفه في مطش الاهلي والزمالك مش هتشوفه واخد بالك المشكلة الاهلي يكسب والزمالك يكسب لما تلعبوا جيم مفتوح تلعب جيم مقفول بيبقى يوم اسود انا معاك تماما بس فكل الفرق لو اي فرق لعب جيم مقفول قدام الاهلي او الزمالك خلاص الاهلي والزمالك ما بيعرفوش اختارك خلاص بقى دي مشكلة ايه مشكلة اني مفيش دوافع للفرقتين من المدرب دوافع ولا قدرات بس انا عايز اختلف محررتك ان الزمالك عنده الحلول الفنية الفردية اللي يقدر بها يخترق ايه ادفاع يعني عنده زيزو عنده ناصر ماهر عنده عبدالله السعيد عنده مصطفى شلبي او كونرد يعني عنده حلول فنية بعكس الاهلي يمكن بيسوا عدم الاستقرار في التشكيل ما عمدوش الحلول الفردية دي كتير جير فقفشة فممكن حسين الشحات شوي لما يكون فقه وبرستاو اه وبرستاو هيبعمل مشكلة على فوقان اللعيبة دي بس الراجل الفترة الاخيرة موقع ريدا سليم بيرستاو حسين الشحات من يوم ما مع احمد عبدالقادر مشي وهو خلاص عارف انه هيلعب هيلعب فالموضوع ان هو بالنسبة له حلو وحش هيلعب باخد بالك يمكن الوحيد دلوقت اللي عامل شكل مميز للنادي الالي في الحتة الهجومية ويسام أبو علي وطهر محمد طهر عندما التلاتة اللي وراء مع الاتنين اللي على الاطراف مع الاتنين اللي في المساكين اعتقد ان اللعب بتاعهم روتيني واقل من روتيني انت بقى هنا بقى في نادي الزمالك اه انت بتقول ان عندهم حلول في الحتة الهجومية ما عنديش اختلاب ولكن الراجل بيجي في عز تقلق ناصر مايرو يشده واخد بالك في عز مثلا تقلق اسمه ايه ده شلبي لا ناصر مايبدأش بيه ويبدأ بالجزيرة الناصر منسي الناصر منسي اي هجمع على نادي الزمالك ممكن تبقى جوه امس بس ادفاع الزمالك دلوقتي اتحسن المطش الاخير لا لا معلومة المطش الاخير اتحسن اه اتحسن جدا يا سام عب مجيد وحمزة لا ده حمزة كان اسوأ لا في المباراة لا بس حمزة لا عيب كويس كتب وش هاي للزمانك الفترة يا عمي بس انا عايزه في المطشات التقيلة اتحسن جدا لا يا حبيبي ده المطش اللي فات بيرامدز لا لا سيبك سيبك لا لا ما بتكلمش عن بيرامدز في الصوبر فيين ده ما بتكلم عن بيرامدز في كاس مصر وبييرامدز في داوري ده كرة واحدة اللي عملها لا من ثلاث سنين وانتوا لسه بيجدد عليها لا 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 كرة اللي عمل فات ومع الاهلي حبيب قلبي مع الاهلي المطش اللي فات عمل كرستين كرسة الاولانية ان هو كرة تحت حوزته وبيحضن عليها ويسمى ابو علي قد ازاي هل ان فيه باك محترم بعد ما حط يعني حضن على الكرة وتبقى بتاعته فجأة اتلاقيه انفراد هو عود ده يحمد ربنا ان عود شال الدنيا دي واحدة تاني واحدة الجوني اللي هو دخل آآ قصدي الهجمة اللي هي بتاعت آآ حسين الشحات لانفراد شوف دخلته وهو اخر واحد شوف بيع نفسه ازاي اللي هو رح تانفراد احسين الشحات بص واخد فالد ايش ها طبيعيا لا 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 مش طبيعيا لكن هو شايل الزمالك با منساعد المتشاط الضعيف صابت في المتشاط الضعيف لا لا من وسبب من الأسباب الرئيسية لفصل زمالك بالكونفيدرالية على فكرها حمزة الباسلوسي عشان جاب جول لا لا مش جول انا بتكلم على أداء الدفاعي لأ لأ انت ملعبتش فوق مشترم خلينا ارجع لجوميز انت بتقول لي مجددلوش بص هو ست متشاط مجددلوش اللي خلت كونفيدرالية وما معهوش فرقة هو اللافريرا والسوبر الافريقي السوبر الافريقي ايه ده بس السوبر الافريقي وكسب الاهلي مرتين فما جددلوش سوبر المحلي وبرضو ما معهوش يعني نفس القيمة لا نفس القيمة اللي مع النادي الاهلي بيواجه خليه مستطير خلي بالك خلي بالك وبالتالي وصل لضربات ترجيح انت عارف لو فيه مدرب تاني غير جوميز ده قدام النادي الاهلي يكسب فعلا اه طبعا ده انت فعز مناصر ماهر احسن لعيب في التسعين دقيقة هو بيشده ايه طبعا لا طبعا ممكن بدنيا مش اقدر نصر بين اللي قالك بدنيا ده الراجل يعني هو العبدالله السعيد اللي يكامل التسعين دقيقة لا عبدالله بيتعمل مع اي مباراة بخبراته الكبيرة جدا ما اختلفتش معاه وبيوزع مجهوده وخلي بالك انا من وجهة نظر عبدالله لمن يوم مجزة ملك لغد الوقت بيقدي 20% من مستوى عبدالله في الناحية لغمية لا في الناحية لغمية وتمانين في المية من ناحية لغمية انا عايز العكس هو متكتف عايز تقول لا انا عايزه كعبدالله بالخبرات اللي وصل لها دي اه ماشي انا ممكن العب في الحتة دي بس سلعب فرقتي اكتر انت عندك ميزة مش موجودة عند حد بتعرف تشوت على الجنو تجيب جهور صح دي من يوم مجزة ملك مفتقدة تماما عندك الاسستات اللي هو كان بيعملها مفيش اللي اسست واحد اللي عمله اللي هو لا عمل حاجات بس في حاجات في حاجة واحدة للترجمت واكتر من ترجمتش لا لا بتبقى طويلة على الفيرود يعني مثلا انتماتش القالي بتاع الدوري في واحدة بعد ما قطم كده لو حطها للجزيرة براها احنينا انفراد من نص الملع ماشي تمام تمام بس هو عبدالله هنا الحساسية بقى اداء مميز ما اختلفتش معاه هو اكتر واحد بيقطعه دلوقتي في فرق اتنات الزمالك كلها ماشي فبالتالي عنده دور دفاعي اكبر مما كان عليه قبل كده بص انا عايزه الدور الدفاعي ده يخليه خمسين خمسين هيبقى حتة خمسين للحتة الوجومية وخمسين للحتة الدفاعية اكسم بالله عبدالله ما يبطل لمدة اربعة سنين ماشي الزمالك عنده مشاكل لا انا عندي مشكلة ان انا لما عبدالله بيمسك بيفقد الكرة كتير دي مش متعودنها على عبدالله بس هو ليه لانه هو في السن ده فبيجري اكتر من الجري الطبيعي اللي كان بيجري في اي نادي من الاندي اللي اللي لعب لها قبل كده كان هو المعلم النهاردة مش هو المعلم انت ما تروحش لحتة ان انا ايه اربعين سنة ولا تسعة وتلاتين سنة وبجري هو وبجري لا انا عايزك تعملي اتنين اسستوا تشوتلي واحدة على الجن احسن من الكلام اللي انت بتعمله ده هتفرق معي كتير انا كراجل بلعب كنت بلعب صنع فانت مش عايز تجدد لجميز ما قلت ليش ليه برضو ما انا بقول لك اهو عشان يشد ناصر ماهر لا 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 استمع اسمع بس الدوري غير لا 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 الدورة تقال من افريقيا والكونفدرالية والكلام ده الدوري اه طبعا اه طبعا اه طبعا الدوري هو الاهل والزمالك بيخسروا منين هم بس لولا الحكام اللي بتلحق هم ما هو ما انا بقول لك السنادي لو في عدالة مش هتشوف لا الاهل بينافس ولا الزمالك هم بس بفي عدالة تحكمية العدالة موجودة لغاية دلوقتي احنا يعني هو لسه الاهل لعب ولا الزمالك لا احنا بتتكلم عنه اما نتفرج لا لا اسمع مع العدالة برا الاهل والزمالك بتبقى موجودة ده طبيعي انما يوم الاهل والزمالك بيركبوا مع قريبا محمد عدالي حكام مباراة الزمالك والبنك الاهلي بكرا ان شاء الله ان شاء الله اه يعني ده خبر بسيبا لا سهد ماتشد الاهلي واسراميكا هجيبوا حكام الجانب لا لسه متعينش لا لسه متعينش لكن خليني خليني ارجع لحراتك برضو ما قلت ليش واحد اتنين ثلاثة اسبابك لعدم التجديد اهدى اهدى انت دلوقتي مجلس الادارة اهدى لغاية ما تشوف ست ماتشاط في بطولة الدوري والبدايات بتاعت اللي هي الادوار التانية في الكونفيدرالية هو الست ماتشاط دولت لو انا استنيت عليه وبعد كده شفته ان هو بيكسب وماشي بينافس وبيكسب في الكونفيدرالية يبقى يجدد له مجيش زي ما طيب يعني هو لغاية دلوقتي اصبر سويا اه يعني يصبر ما يستعجلش انا ما اقولك لو مجلس انا مش ضد ان يتجدد ولا ضد ان يجدد ما عنديش مشكلة بس يصبر عليه ست ماتشاط ماشي انت قلتلي انا لا ما يجددش انت شايف ان احنا يعني مستعجلين اه كمجلس ده مستعجل علي ايه وبعد كده ترجع الراجل يمشي يرفع عليك قضية ويجرجرك في المحاكم وتقول يا ريت اللي جرى مكان ما انت دلوقتي متديله سنة يا عم متديله ست ماتشاط اديله شهر الصفقات الجديدة في الزمالي فيه يبقى انت مش مقتنع مين مين قللي يعني بنتايج وكونرد هو اللي مش مقتنع مش انا كونرد وعمر فرق طيب احنا دلوقتي شوفنا مين ومحمد حمدي شوفنا مين بنتايج هو اكتر واحد لا قلنا عليه ايه كويس نجم المباراة في المطش السوبر الافريكي حصل حصل طيب كونرد ده ولا اسمه مش لاك مش لاك ده ده مقلب تبير يا راجب ده تحس اوالله العدد ده تحس ان ايه خالتي بتلعب يعني لا والنماء كابتن معلش طاري تبقى لاش طاري قوي معلش انا بتحفظ بص على الكلمة دي ماشي ماشي طاري تحس كده ان هو مش ايه مش قوي يعني انت جايبه عشان ان هو بيقوله ان سرعاته طوية هو بيلعب ناحية اليمين مش ناحية الشمال مش ولما جيه في مطش الاهلي السوبر الافريقي الاهلي وزمالك انا بقولك معلومة الاهلي وزمالك في السوبر الافريقي جوميز طلب من زيزو ان يتنقل ناحية الشمال وام جايب مش لاك هي هجمة واحدة وزيزو مرضاش وام راجع الناحية التانية فبالتالي اضطر مش لاك اضطر مش لاك ان يرجع مرة تانية يبقى في الجناح الايسر وانت دلوقتي فمش لاك ما بيلعبش في مكان اقولك بس انا مالي لا يا حبيب قلبي لانسيته يعني لما اجيب رضا عبدالعال يلعب دفندر يا حبيبي لا احكم على رضا عبدالعال احكم على رضا عبدالعال ولا احط رضا عبدالعال في مركزه انت عارف انا كان عندي ايه ان يطلع الجزير ويسيبه ورص حرب يا حبيبي لا على سرعاته انا بتكلم احنا لما جه وتقال قالك سرعاته فقط ما هو سرعاته فقط طيب يبقى انا دلوقتي لما لعب بيقولك ما بيوقفوش في التمرين بيخرج برا النادي من كتر ما بيجري ده ما عملاش ليه في المقصر لا انا بقولك بس يا ماشي طيب يبقى في الحالة دي ايه الاعبه في وسط الاثنين مساكين اي كرة من هنا ولا من هنا بعد الاثنين مساكين هو بقى ورينا الفراسة بتاعتك عشان تروح للجون انما هتقول لي مش حتته عمر فرج ما شفناهوش ده هنزل الكرة اللي خبطت بكعب عطية الله وخد عمر جابر وعمله وما شفناهوش تاني شفته تاني بعديها لا ما هو مالعش طيب يبقى ده المدرب مش احنا هو اللي مقتنع هو انت لما وردتنا بنتيك قلنا عليه ايه نجمل المطش الاولاني والتاني بتاع الاهل هو الوحيد اللي كنت بتهاجم من ناحيته وفي اتجاه اللي يعني للشراء عقده يعني ده لازم ده لازم ده اللي هيفوق فتوح وخلي بالك برد محمد حمدي لسه اقولك محمد حمدي اللي لسه مظهرش وهو لعب مميز جداً محمد حمدي يلعب في اكتر من مركز باكليفت باكرايت في نص الملعب ناحية الليفت باكرايت فيه عمر جابر ما فيه اصابات كتير على العمر لا بس مش كويس ايوة جداً خلي بالك انا اسنيت عليه سبك من ضربة الجزاء اللي نصاب بقى له فترة ويجي مطش قاله زمالك ويبان بالمستوى ده ويبقى عفلك الحتة دي وبيلعب على حسين الشحات لا مظلوم عمر جابر ان ما بيروش المنتخب طبعاً ما بيروش قمة الظلم هو وعمر كمال عبد الوحج اه طبعاً انه دلوقتي يا كابتن حسام الرجل الاساسي اصاب انت مش عايز تاخد الاتنين ماشي انا قلت لك ارمي المشاكل ورا ظهرك انت ماسك دلوقتي انت ماسك دلوقتي منتخب مصر انتidge الحسام المنازم دي انسى عشان ربنا يكرمنا واخد بالك فسيبك بقى من الحاجات اللي هي الصغيرة دي انت بقى ايه تكبر من كده عصير انا مصلحة مصر دلوقتي تتطلب ان عمر جابل يكون موجود وعمر كمال عبواحد يكون موجود ده لازم فانت بقى مع كل الاحترام وامد عيد ده احمد عيد لعب مبارح عشان بس انه جابه من المنطقة بمصر ما عملش كروس ما شطش كوره عالجون حتى الشطة اللي شطة ضربت وراحت يعني عمر كمال عبواحد لما بينزل بيجيب لك جوان ويعمل لك جوان وفي شكل الاهلي بيختلف تماما انا ما شفتش ده يا كتر ده بصور هو لعيب كويس هو لعيب كويس بس من ساعة مراحل اهلي ايوه عشان انه ما بياخدش الماتشاط اللي هيك وقفك على رجلك ده بنزل اخر ربع ساعة بيجيب لك جوان ولا هو عشان ما بيلعبش ما بيلعبش بياخد تنتيف حاجات صغيرة ما ينفعش انا عمر كمال دوت لازم استفيد منه في الحتة دي بيعرف يجيب جون بيعرف يعمل لجون بيعرف يفقلي ازمات في الملعب لما بيقطع الكوره ويدم بها الجوة بياخد له اثنين ثلاثة عشان يبدأ يلعب لا لا لعب كويس هو لعب كويس انا مش مختلف ما بياخدك بس أنا مش حاسس بيه لغاية دلوقتي كولر كولر اللي تابعوني زي ما كان قبل كده مثلا مع علي ماهر كان بيشتغل بشكل كويس أو مع أي حد كان بيبقى كويس قوي فبالتالي منسات مراحل أهلي لغاية دلوقتي مش حاسس بعمر كمال عبدالواحد بإمكانياته المميزة شوف الوقت اللي لعبه قد إيه وقاب جاب كم جون وعمل كم جون في الفترة اللي هو لعب فيها في النادي الأهلي هتلاقيه لعب مؤثر أكتر من لعبة تانية لعبة مثلا 600 مطش مع النادي الأهلي في الحتة دي بكرة في بيراملز مع بيترو جيت مين يكسب؟ بيراملز بيراملز أقوى فريب في مصر هو وسيراميكا هو وسيراميكا وأنا بقولك لو في عدالة مش هتشوف الأهلي ولا الزمالك بنفسه فارقه مع الاتحاد سكندري مين هيكسب؟ على الكلام الاتحاد الاتحاد الزمالك والبنك الأهلي مع طريق مصطفى الزمالك في مواجهة طريق مصطفى وسامي الشيني سامي الشيني مدير الكورة طبعا طريق مصطفى ممكن يحقق مفاجئة فعلا سيبك من اللي فات بقى مطشاط الأهلي والزمالك دي حاجة والمطشاط قلتلك اللي في الدورة حاجة تانية الإسماعيلي مع غزل المحلة الإسماعيلي حمد إبراهيم وغزل المحلة أحمد عيد عبد الملك وأحمد عيد مدرب مميز أعتقد أن أحمد عيد هيعمل بصمة بكرة يوم السبت يوم السبت بس هل هيتلعب المطشي ولا لا لا يعني مسؤولينك الإسماعيلي بيقى قالك مش هتلعب هيقفل البلعب بالموقفة بس حاجة يعني غريبة صحيح يعني نادي الإسماعيلي والراجل بقى له من سنة عشرين من 24 مليون لسنة عشرين 4 سنين ينفع الأهلي مع سراميكا لو فيه تحكيمة عادلة سراميكا يكفي التحكيمة عادلة ومحمد عادل بكرة يحكيم في الدنيا زريفة ماشي أفضل لعب في الأهلي أمام العين فقرة نمبر ون من وجهة نظر حررتك وسامة بوعدي إمام عشور حسين الشحات هو إمام جابجون علامي عندما المؤثر قوي الحمد لله هو أشت بإمام عشورة دي حقيقة ماشي لعب تتمنى حصوله على فرصة في مباراة الأهلي القادمة عمر الساعي أشرف داري مصطفى شبير خلي بالك أشرف داري ده لعيب كويس والتاني يصف أمام لعيب كويس يعني يفوق من الإصابات اللي هو معلش بس هم لعيبة كويسة تمام خدوا ودي غلط قول لي مين بقى؟ أنا عايز شبير أنت عايز شبير أنت متحيز لمصطفى شبير لأن تظلم لا هو حارس مميز وعلى فكرة هو تحيزك ده في محله يعني لأنه هو حارس مميز جدا جدا ومستقبل الفترة اللي جاء إن شاء الله أنا لما كون واقف بطولة أفريقيا كلها واجبها أعتقد إن لو الشناء هو اللي عمل كده عمرهم ما يشممه أي حد التالة خشبات أفضل لاعب في مباراة سموحة مع حرس الحدود مباراة محمود صابر عبد الكبير الوادي حسام حسن ناصر منسي ناصر منسي وهو جايبين لي ناصر منسي لا ده السؤال اللي بعد أنا اللي عديته معلش ها أفضل لاعب في مباراة سموحة وحرس الحدود مباراة محمود صابر عبد الكبير الوادي حسام حسن يعني محمود صابر جاب جون علامي وعبد الكبير جاب جون علامي بس أنا أديه لمحمود صابر اللي أنا بقول عليه من أيام ما كان في بيرامدس إن هو خامة ولعيب محترمة لعب من الزمالك انت جاوبت عليه تتمنى مشاركته أمام البنك الأهلي انت قلت ناصر منسي صح؟ محمد حمدي أحمد فتوح لا ناصر ناصر منسي أفضل لاعب وسط في تاريخ الأهلي عشان فيه إخناء على الموضوع مجدي عبد الغاني ولا هدي خشبة ولا حسام غاني كان فيه إخناء ما بين الكبتن لا فيه التلاتة احنا منتكلم على التلاتة على الدفندرات يعني أنا طبعا لعبت جنب هادي ولعبت جنب كبت المجدي في المنتخل بس مجدي عبد الغاني كان حاجة تانية ها طبعا أفضل لاعب فيه وصبت نعم إن هو ما بيعرفش يرقص بس هو المكان ده يرقص إيه لو سمعك لا لا ما أنا بقول ها له هو تاني عشان يجيبها في المجدي ما جابها قبل كده لا المكان ده برضو محمد شاوي قال نفس الكلام اللي انت بتقوله ده برضو جاب له الفيديوهات وأثبت له ان هو بيرقص بالاثنين والثلاثة لا 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 أنا بقول لك بس عارف انت غني يا ساحسن غني يا ساحسن غني يا ساحسن بداية ونعيب لا بس أقول لك الحاجة المكان ده اختراع مجد عبد الغاني اه طبعا طبعا أفضل لاعب وسط في التاريخ الزماليك ثامن إسماعيل يوسف طبعا قول الله أفضل محترف في الدوري بالسنوات الأخيرة علي أشرف بن شارقي كينو كينو ده لو كمل كان يبقى اه طبعا اه طبعا بس طبعا عشان مفيش جماهير هنا لآله ولا زماليك بس هو أعلى لعب ده محترف في مصر بس بالنسبة لأشرف عشان يكمل ايه لان ده جلعب سنة واحدة اه اشرف لعب بتحوالي ثلاث سنين او اربعة اه اه اشرف يخده عشان وراء زهير مش عالي معلول لأ وراء زهير مش عالي معلول لأ المتعة المتعة أشرف انت بتكلم في المتعة اه طبعا لكن علي معلول عمل المتعة رقم واحد قلت لك كينو اه طبعا بس عشان سنة واحدة أشرف بن شارقي يكسب علي معلول كان كل جوانه ضربات ترجيح بيعمل لك الكروس انما ده كان بيمسك الكرة بيرقص واحد واثنين ويعملها كده ويعملها كده نجم الكبير الكابتر رضا عبدالعال نورتنا وشرفتنا هسألك سؤال بس أبلي منعك ومسعد بيج جدا هسألك سؤال بس لا هسألك هتسألني السؤال ده بعدا ماختب لا 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 تصبح على خيرك اشتركوا في القناة